اشتركوا في القناة نتحدث عن هذه القرارات ولكن قبل ذلك أريد أن أقول شكرا شكرا للتواقم الطبية للأطباء الذين يهتمون بالمرض ويرتدون البزات الحارة في هذه الأيام الصعبة وشكرا للممرضات للشرطيين والشرطيات للجنود لكل التواقم الطبية والإسعاف لكل المواطنين الذين يتعاونون معنا في أحد أسوأ الأزمات التي عرفناها منذ مئات السنوات هذه ساعة طوارئ ونحن موجودين في أقصى موقف ووضع في حرب ضد الكورونا وهذه الحرب هي ضد الصحة هي من أجل إنقاذ الحياة وهذا الوباء يضرب بالعالم كله ويضربنا نحن أيضا في الأيام الأخيرة تقريبا في كل الدول في العالم كانت هناك أعداد كبيرة جدا في المصابين وأيضا جزء من هذه الدول قامت بالإغلاق في دولها وأيضا في مناطق أكبر من دولة إسرائيل نحن نعرف أنه عندنا أيضا الوباء من المتوقع أنه سوف يرتفع وسوف يجني أرواحا بعدد أكبر يؤصفني أن أقول ذلك لكن هذه الحقيقة وفي ساعة كهذه أنا أقول لكم أنه إذا لم نقف معا ونحارب معا ونلتزم بالتعليمات معا فقط بهذه الطريقة سوف نتمكن من الانتصار على هذا الوباء هذا ما قمنا به في كل حروم إسرائيل وهذا ما قمنا به في الموجة الأولى من الكورونا قمنا باتخاذ قرار ثابت بأن نقوم بإغلاق كامل للجو والأرض وهذا من أجل أن نوقف الازلياد الحاد بعدد المصابين وأن ننقذ الحياة وأيضا علينا نقول بسبب هذا التجند من كل المواطنين ضد هذا الوباء إسرائيل كانت محضة مثال للعالم كنا من الأوائل الذين فرضنا الإغلاق وأيضا بسبب ذلك تمكننا من فتح السوق بعد الإغلاق وقمنا بالمنح للمواطنين وكنتيجة لذلك الضرر الذي كان عندنا هو نصف الضرر في الدول الأوروبية البارحة من منظمة أوي سي دي الدول المتقدمة تحدثت عن ذلك ولا ننسى أنه لا ننسى التفاقيات السلامة تاريخية التي قمنا بها مع البحرين والإمارات التي أدخلت لنا مدخولا كبيرا اقتصاديا وفي وضع الكورونا ولكن هناك قاعدة بسيطة علينا أن نتذكرها عندما نقوم بفتح وتعزيز سوق العمل والاقتصاد عدد المصابين يعلو علينا أن نحافظ على التعليمات ومصارة الصحة أن نرتدي الكمامات والتعقيم والبعد ولكن للأسف كان هناك أشخاص أيضا سياسيين الذين لم ينصعوا لهذه التعليمات وقالوا أن هذا المرض ليس مرضا فعلا ولا يتوجب علينا أن ننصع لهذه التعليمات وأنتم تعرفون منهم حتى مساء اليوم سمعت لبيد من المعارضة حتى في هذه اللحظة في لحظة تعاونية علينا أن تجند سويا هو أيضا يعود على هذه الأقوال ويشكل خطر على مواطني إسرائيل يقول أن هذه التعليمات ليست مصدقة وأيضا سمعنا ذلك من إيدان أنه ليس منطقي أن نفرد تعليمات كهذه هؤلاء السياسيين هم الذين أيضا تدخلوا في هذه القرارات التي قمنا بسنة في الكنيسة في وقت الإغلاق لا هناك حد لكل تدخل عندما نتحدث عن أرواح الناس ولكن علي أن أضيف شيئا أنه كانت هناك الكثير من البلبلة لأن جزء من الخبراء يقولون أنه يمكننا أن نستمر من دون الإغلاق لو كان هناك ألفين من المصابين في اليوم أو خمسة ألاف أو ستة ألاف من دون إغلاق ولكننا قد وصلنا سيداتي وسادتي وصلنا لسبعة آلاف مصاب في اليوم وإذا منظومة الصحة ترفع العالم الأحمر لدينا أيضا عدد الضحايا يعلو مؤخرا مات تسعة وخمسون الشخص هذا الثمن غالي جدا لنا لشعب إسرائيل علي أيضا أن أقول لكم شيء آخر ليس فقط الضحايا والمصابين ولكنني أيضا قرأت ملفا من اللجنة المؤتمر بالكورونا وهم يقولون أن تقريبا 20% ممن ممن يعافوا من هذا الوباء مثلكم مثلا 20% منهم سوف يعانون طوال حياتهم أو لسنوات طويلة بعد ذلك من أمراض متعاقبة ربما مشاكل صحية وجيل كامل مئات الألاف من الذين أصيبوا سوف تستمر معهم هذه المشاكل لبقية الحياة ولذلك أنا أرى أن سترقص هو تجتمع وتقوم بالاجتماع لتناول الطعام من دون الكمامات كفا فلتستيقظ كفا نحن موجودين بواقع مختلف تماما علينا أن نقوم بفعل جدي وعلينا أن نقوم به الآن فورا إغلاق تام خاصة في وضع الأعياد والآن الثمن الاقتصادي هو أقل همية لأنه مع أرقام متصاعدة كهذه عند المصابين لم نقوم بهذا سوف يرتفع أكثر من المهم أن نقوم بهذا في وقت الأعياد لأن معظم العاملين أصلا عاطلين عن العمل في وقت الأعياد أيضا القيادة عليها أن تتخذ القرارات الصحية حتى لو كانت قاسية وحتى لو كانت ضد كل الجمهور علينا أن نتخذ القرارات القاسية واليوم صباحا تلقينا في الحكومة القرار القاسي والصحيح بالدعم الغالبية بأن نقوم بإغلاقة مبتداء من الغد وحتى انتهاء العيد هذا يعني أن نقف البيت مع العائلة المصغرة وأن نبتعد حتى ألف متر من البيت يمكننا أن نذهب إلى المحلات التجارية للطعام والدواء ولكن أي شيء آخر مغلق وأيضا ليس ممنوع التجامع الانصياع لهذه التعليمات وكل التعليمات المفسرة موجودة في موقع وزارة الصحة بعد هذا الإغلاق بعد أسبوعين من اليوم نأمل بأن نتوجه الإغلاق أقل قسوة ولكن هذا يتعلق بعدد المصابين وهذا أيضا نقول هذا بشكل مباشر هذا يتعلق بكم وبعد هذين الأسبوعين أنا أكرر بأن هذا يتعلق بعدد المصابين سوف نتوجه لخطة الإشارة الضوية ونحن سوف نحاول أن نعطي المنح لكل من تضرر من هذه الأزمة علي أيضا نتحدث عن شيئين أولا نحن نقوم بتعزيز عدد كبير من الفحوصات لهذا الوباء وهذا يساعد أيضا إعادتنا لسيرور حياتنا اليومية وأيضا أقول لكم أنني أعمل على تعزيز الحصانة لدولة إسرائيل يمكننا أقول لكم اليوم وأنا لم أقول ذلك من قبل ولكنني أقوله بشكل واضح اليوم لأنه واضح لي أنه سوف يكون تكون هناك حصانة في إسرائيل أسرع ما يمكن لا نعرف حتى الآن إلى متى ولكن سوف تكون هناك حصانة علينا أن نقلق ونهتم بأن أننا سنحصل على ذلك هذا الأمر صعب وسيتطلب الكثير من الوقت ولكنه سوف ينقذنا من هذا الوضع هذا هو الهدف الأسمى الذي تجند لكي نضع حدا لهذا الوضع الصعب وسنصل إلى هناك مواطني إسرائيل نحن في مطلع سنة جديدة وهذه الأيام هذه أيام الأعياد هي الصعبة ولكنني أؤمن أننا يمكننا أن نخرج من هذه الأيام بأمل كبير والجديد لإذا قمنا باتخاذ المسؤولية وهذا يعني أن نرتدي الكيمامات وأن نحافظ على البعد فيما بيننا وأن لا نتجمهر أنا متأكد أننا يمكننا أن نفعل ذلك دولة إسرائيل تقوم بقوة وإنجازات كبيرة من دون أن ترفع عيدها ولا أن تستسلم وأنا أقول أيضا أننا إذا تصرفنا معا بشكل صحيح هذه العاصفة ستمر وسوف نخرج منها أقوية سنة جديدة سعيدة لكم جميعا كل عام وأنتم بخي عن لديكم أسئلة 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 ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر